تعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن نصيب الجزائر من الكمية الإضافية المقررة خفضها من طرف مجموعة الأوبك بلوس قدرت بـ 12 ألف برميل يوميا مؤكدا أنه لن يؤثر على مدخيل البلاد من العملتها السابطة يكنت لأحمد محمود بالنسبة لكل الأعمال اللي عندنا وخاصة المشاريع اللي رح تدخل في الإنجاز في السنة القادمة الحصة الإضافية للجزائر ما رح تأثر تماما على كل صادراتنا بالنسبة للنفط فحصة تعنا الإضافية هي 12 ألف برميل في اليوم وهذا حصة يعني كما تمكنين منها وإحنا وافقنا عليها لأنها داخلة في برنامجنا ولذلك لازم نكون دائما نتعاون وهو اتفاق تعاون والتلقائي فلهذا الجزائر حصة تحت 12 ألف برميل راح تكون مع الإنتاج اللي عندنا يعني ما يكونش في له تأثير تماما لا على زبائلنا ولا على مصادرنا من المالية للعملة الصعبة